استقبل معالي سعيد محمد الطاير رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وفدا من مركز التعاون الإقليمية تابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا حيث تركزت المناقشات خلال زيارة الوفد على تعزيز الفرص لبناء القدرات لدعم خطط العمل الوطنية للمناخ بالتعاون مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في إطار تحالف العالمي للاقتصاد الأخضر بقيادة حكومة الإمارات العربية المتحدة وفريق العمل العالمية